اشتركوا في القناة من بينها مشروع خط الأنابيب الجديد الرابط بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة ومشروع مرفأ الغاز المسال ومشروع توسعة مصنع بنغاز ومشروع توسعة مصفات بابكو ومشاريع تطوير حقل البحرين للنفط والغاز والمشاريع الأخرى التي تشرف عليها الهيئة الوطنية للنفط والغاز وقد أعرب جلالة الملك المفدى عن تقديره لما يبذله وزير النفط وكافة العاملين في قطاع النفط والغاز من جهود طيبة ودأوبة لخدمة القطاع النفطي والارتقاء بإنجازاته مشيدا جلالته رعاه الله بهذه الخطط والبرامج والمشاريع الاستثمارية الطموحة التي تهدف إلى تعزيز دور هذا القطاع الحيوي باعتباره إحدى الدعمات الأساسية للاقتصاد الوطني ولمسيرة التنمية الشاملة وأكد جلالة الملك المفدى بأن المملكة ماضية في تنفيذ برامجها التنموية والتطويرية في كافة القطاعات لخدمة الوطن وتلبية تطلعات المواطنين وتأمين الحياة الكريمة لهم وأشهد جلالة العاهل المفدى بالإنجازات الرائدة التي تحققها مملكة البحرين في شتى المجالات بفضل سواعد وجهود أبنائها المخلصين متمنيا لوزير النفط التوفيق في جهوده لتطوير الصناعة النفطية في المملكة من جانبه رفع وزير النفط مع للشيخ محمد بن خليفة بن أحمد الخليفة أسماء آيات الشكر والامتنان والتقدير إلى حضرة صاحب الجلالة على توجيهات جلالته السامية ودعمه اللامحدود لقطاع النفط والغاز الذي يقوم بدور مهم في دعم خطط التنمية الاقتصادية وعملية البناء والتطوير في البلاد